اهلا وسهلا بكم معيكم محمد عادل وده فيديو توتوريال جديد ليا من قناة هوك طيب النهاردة اريكم ازاي بعمل السوشيال ميديا بوست طبعا السوشيال ميديا بوست بيبقى الموضوع بسيط شوية ممكن يكون السيز بيختلف ممكن يكون البروداكت طريق توزيف وبتختلف بس في الاول في الاخر هو الموضوع سهل وبسيط جدا تعالوا نشوف اول حاجة طبعا عندي بفتح الفوتشوب هي بعمل new والسيز اللي انا عشتغل عليه 1600 في 1500 ممكن نسمي الفايل مثلا tv كده ده السيز اللي انا عشتغل عليه وابدأ اشوف الايتمز اللي عندي ممكن مثلا ايتم زي ده الارضية بتاعتي هاخد فيها الجزء اللي انا محتاجه ممكن مثلا ااخد جزء زي ده كماند جي وابدأ كده بشوف مثلا عندي التي في هالي هو سمارت اوبجيكت وابدأ هنا مثلا خلينا ننظر شوية وابدأ كده اوكي ممكن يبقى بالشكل ده طيب بعد كده ممكن اعمله group واعمل منها layer تانية كماند جي واحاولها لأسود color overlay واخليها تحت خلينا نقفلها تاني وادوس كماند تي واعكس layer اوكي خلينا نشطها كماند شوية طيب انا عندي الاجزاء دي هي مش مرتبطة ببعض شوية فانا محتاج ان انا انا اجي مثلا اعمل puppet tool هخش على edit puppet wrap بثبت طبعا الاجزاء اللي انا مش محتاج ان انا احركها حالي ان انا عمد الجزء ده هو اللي انا احركه خلينا نقف الاجزاء دي خالص حالي انا احركه حالي ننزل لبداية شوية كده مسلا ويننزل البداية بس غالبا هيبقى مسابت خلينا ننزل بداية الاول طبعا انا ممكن بالنواة بتعتي ازبطها اكتر من كده بس انا بحاول انجز بردو طبعا انت عندك انت برؤيتك بقى ممكن تزبطها احسن مني انا بفضل اشد فيهم لحد ما يتزبطوا بالشكل اللي انا عايز مثلا ويبعد كده ممكن اشد الاجزاء اللي انا محتاج انها تزبط شوية معي كده مثلا طيب احنا كده 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 لان احنا عندنا الاجزاء ديت ايه كده كده ده shadow فمش هيبقى باين قوي خلينا نقفل على سمارت اوبجيكت وي خلينا نعمل لها بلور اقوم بلور انارد بشيكت ويبعد كده인 حسنا نعمل لهم امصح في الاجزاء اللي انا مش محتاجها طبعا جزء اللي تحت ده مش هبقى محتاجه قوي اوكي هعمل ليرز تانية زي ما قلنا باستخدم الفورشة بتاعتي عشان اعمل تروب شادو وقدي نقطة كده خفيفة مثلا او حاجة اعمل لها سكيو زغرها واجبها تحت التيفي الثاني دعونا نستريتشها كده مثلا ممكن نعمل لها واحدة تانية باستخدم الفورشة بالشكل اوكي خلينا برضو نقرب شادو سنة من الجزء اللي تحت ده عشان ايه بقى مزبوط اكتر كده مثلا ممكن نعمل لها واحدة تانية فوقيها طبعا اي حاجة في الدنيا هي بتاخد من الارضية بتاعتها احنا ممكن نضيفها سنة افضل انتظر احنا نقرب الاصراف سنة بسيطة لا اعلمش لي اخليها قوية ممكن نعمل كده اقربوا نغمى سنة الاجزاء اللي تحت دي اشتركوا في القناة 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 اعيز احطها على الشاشة بحيث ان هي تبقى بين ان هي دي الصورة بتاعت الشاشة بس هي طبعا كيفي فاحنا هنبدأ ان احنا نستراتش ونشد الاطراف بتاعتنا الطرفين هنا وهي هواصلوا بالنقطة برضو بدي نفس الكلام هيبقى هنا وهي نفس الكلام هيبقى هنا لا تأكد ان هناك اي فراغط طيب الآن عندي مشكلة الكلام فقط انا باجي هنا بدوس على الطول دي وببدأ اصحب لتحت كده مثلا نفس الكلام هنا ودوس انتر احنا نشوف كده احنا عندنا احنا في اطراف برضو سنة مش متزبطة فاحنا محتاجين احنا نشدها سنة بسيطة انا كده سنة بقت مزبوطة عندي كده بقت مزبوطة شوية نبدأ نشوف ايتم تانية عندنا حاجة زي كده مثلا احنا نشوف كده سنة بقيت مزبوطة اذا ادخلت دائر سأقوم بتعمل بديد الاشتراك في الشكل طبعا انا ممكن اعمل على داية على طول بس انا بحب ان اعمل لائر تانية بسبب لو احتاجت ان ارجع بعد كده او حصل اي حاجة في اللاية القديمة اقوم باللائر القديم حتى باب اعطونا افكر اعمل ايه لنكو نشيج تلائر سألالتاية نجد دائر وهي بوجد ثم ادخل يظهر اللي هنا واحد اسمها كنتمي تاوير اتبع ممكن تتظبط أكثر من كده وممكن كده كده هيظهر عليك كرة فهنا بالنسبة لي مش هتفرق فأخليها كده تمام وابدأ أعمل ممكن برضو عمله والتي في عندي هنا ممكن يتظبط ممكن أعمله وابدأ أعمال وابدأ أعمال وابدأ أعمال وابدأ أعمال وابدأ أعمال لأجزاء لا أريدها فأنا أمسح الأجزاء دي كلها أمسح كل تحت فأنا أريد فقط الجزء المضيء اللي حوالين التلفزيون ممكن ننور هنا قليلا وابدأ أعمال وابدأ أعمال وابدأ أعمال أوتر جلو أوكي ممكن أضف لها برضو وينعكسه نخليه من تحت أنا مثلا عايز الإضاءة الناحية دي فأعمل وابدأ أعمال ممكن أتقيله سنة كمان ممكن أخليها كده وابعدها سنة أوكي وابدأ أخلي وابدأ أفكهم عن اللير بتاعتي لأن الجزء الأصفر اللي تحت عمره سيكون مضيء سيكون مضيء سيكون مضيء سيكون مضيء تمام وابدأ أضف لها وابدأ أضف لها ثانية حيث أنها تبقى نور حسنا حسنا نرى كده شكلها كده كده طبعا لو عايز أغمى الأجزاء التي تحت ديت ممكن أغمىها أكثر من كده كده ونغمى الأطراف دي أكثر من كده نحديها وممكن نعملها سوفت لايت أو خليها كده ماشي تمام طيب بعد كده ببدأ أشوف ايه تانية عندي ممكن مثلا حاجة زي كده وممكن نعكسها كده حاجة زي كده حاجة زي كده حاجة زي كده حاجة زي كده ممكن مثلا كده حاجة زي كده خلي ننزل ده سننا كمان عشان بيس يبقى أسبوع أكثر من الأرض مع اللاين نفسه بتاعي كده مثلا تعالوا نصغر زلنا بشكل ده كده مثلا ممكن نعملوا بلنديج مود سلنا مع الأرض نعملوا بلور شغية نعملوا بلور شغية ونقوموا بلور شغية طيب بعد نوصلت المرحلة ده نعملوا بلور شغية ممكن بعد كده هبدأ أضيف إضاءات تانية ممكن مساء الحاجة زي كده نعملوا بلور شغية نعملوا بلور شغية نعملوا بلور شغية نعملوا بلور شغية خليها نتخلقوا بلور شغية نعمل كاميرا وببدأ أزبط الألوان Wald نحن 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 ويأزود شاهد الديتيلز بعدي ويأقفل سنة الأطراف كده تمام تمام ممكن أعمل بعد كده لير ثانية ويأعمل شاب تليد حملها خمسين في المائة غري ويأبدأ أدودش أم برن ممكن أعمل برنين أصلا في الهدى الديت ممكن أتبعات بسيطة بسيطة بس بضغاية ويأتبعه في المائة غريبة بعد ذلك اضيف التكست بداعي ممكن اضيف التكست تحت مثلا طبعا هذا الموديل نفسه ممكن اضيفه ابيض ونظهره قليلا ممكن يبقى بالشكل ده مثلا ويبقى هنا ماشي عندي تكست تاني اضيفه اضيفه بالعربي اضيفه اضيفه مثلا وممكن اضيفه احمر اضيفه من نفس الصورة اضيفه 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 لدى الاوبه يمكنني اكبره شوية بالشكل انا طبعا لو عندي لو عندي اي حاجة عايز اضيفه بضيفه تحت بضيف اللوجو هنا مثلا او حاجة ولو في اي حاجة ممكن اضيفها برضو في الفيديو بس كده غالبا احنا وصلنا الاخر حلقة وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عيرل من هوك شكرا لكم